أعوذ بالله الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطيبين الضاهرين ولعنة الله على عدائهم أجمعين إلى يوم الدين الحديث الثالث من باب إطلاق القول بأنه شيء عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام قال إن الله خلو من خلقه وخلقه خلو منه وكل ما وقع عليه اسم شيء فهو مخلوق ما خل الله في هذا الحديث إثبات المغايرة بين الله سبحانه وتعالى وبين سائر الأشياء الله خلو من خلقه يعني مغاير للمخلوقات طرًا والمخلوقات أيضا خلو من الله يعني مغاير لله سبحانه وتعالى في كل شيء قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فهناك اختلاف في كل شيء في ذاته سبحانه وتعالى عن المخلوقات وفي صفاته عن صفات المخلوقات وذلك لأن بعض الناس انحرفوا عن جادة الصواب فزعموا مزاعم وهذه المزاعم نتيجتها عدم التغاير بين الله وبين المخلوقات طبعًا كمقدمة لتوضيح كلام الإمام عليه الصلاة والسلام لابد من بيان أن لكل علم منهجية خاصة إذا الإنسان صار ضمن تلك المنهجية يتمكن من الوصول إلى النتائج الصحيحة لكنه إذا ترك تلك المنهجية بدون أي منهجية أو استعمل منهجيات العلوم الأخرى فإنه حينئذ لا يصل إلى النتيجة المرجوة بل تكون غالب النتائج نتائج مغلوطة مثلاً معرفة عناصر الأرض معرفة القضايا الكونية هذه المعرفة الوصول إليها يكون عبر منهجية التجربة يعني العلوم التجربية تأتي وتحلل عناصر الكون وعبر هذا التحليل والتجربة والتجربة تصل إلى النتائج الصحيحة كذلك في علم الطب علم الطب الوصول إلى النتائج يكون عبر اكتشاف المرض وعلائم المرض ثم تجربة الدواء فالبشر في طول التاريخ كان يستعمل الأعشاب يعني يجرب هذا العشب ما فاد لهذا المرض هذا العشب ما فاد هذا العشب فاد جربه مرات متعددة وجد أن النتيجة هي فائدة ذلك العشب لذلك المرض لذلك اكتشف الدواء في ذلك المرض وحتى في الطب الحديث يقوم هذا الطب على عنصر التجربة لكن باعتبار أن بعض هذه التجارب مخطورة لا يجربوها على الإنسان في البداية وإنما يجربوها على الحيوانات في المختبرات ثم بعد الوصول إلى نتيجة يبدأون بتجربتها على الإنسان العلوم الطبيعية كذلك في أمور الكون أنتم إذا تصفحتم كتب الفلسفة تجدون الفلسفة القديمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول ما يعبرون عنه بالإلهيات بالمعنى الأعم البحث عن الوجود بما هو وجود وتفاصيل هذا الوجود القسم الثاني الإلهيات بالمعنى الأخص البحث عن وجود الله وصفاته سبحانه وتعالى القسم الثالث الطبيعيات أنتم إذا تصفحتم أرقى الكتب الفلسفية التي تطرقت إلى موضوع الطبيعيات كمنظومة السبزوار مثلا تجدون تسعين بالمية من النتائج خاطئة لماذا؟ لأنه في العلوم التجربية ليس المنهجية هو التفكر العقلي المجرد عن التجربة العملية يعني أنت تجلس في غرفة ثم تفكر لماذا يحدث القوس قوس قزح لماذا يحدث في السماء أجلس في غرفة مغلقة ثم فكر وفكر وفكر إلى أن تصل إلى نتيجة هذا فكرك ما رح يوصلك إلى نتيجة لأن التفكر المجرد لا يوصلك إلى النتائج المرجوة في الطبيعيات وإنما الأمر أن تجرب وتجرب وتجرب إلى أن تصل إلى النتيجة كما العلم الحديث فعل ذلك بدأ يجرب وصل إلى هذه النتيجة أنه حينما تمطر السماء ذرات المطر تسبب تجزء نور الشمس لأن نور الشمس هي سبعة أنوار أو سبعة ألوان كما يقولون هذه مجتمعة نراها بهذه الصورة اللون الأصفر فحينما يحدث تجزء لهذا النور نرى قوس وقزح على كل حال هذا أمر مرتبط بالعلوم الطبيعية المقصود شنو هو المقصود أنه في العلوم الطبيعية العلوم التجربية الأمر بحاجة إلى تجربة لا يكفي استعمال الفكر المجرد عن التجربة في الفقه الفقه هناك له منهجية خاصة المنهجية الخاصة في الفقه يعني ضمن هذه المنهجية هو تمييز الحديث الصحيح من غيره لأن حدود تسعين بالمئة من المسائل الفقهية إنما تستنبط من الأحاديث الشريفة وقسم منها تستنبط من آيات القرآن وقسم منها يستنبط عبر الإجماع أو العقل لكن حدود تسعين بالمئة من هذه الأحكام تستنبط عن طريق الأخبار المروية عن الرسول وآله عليه وعليهم الصلاة والسلام هنا منهجية خاصة موجودة في علم الفقه هو تمييز الحديث المعتبر من الخبر غير المعتبر فإذا كان الحديث معتبرا يعمل به وإذا لم يكن الحديث معتبرا لا يعمل به هذه منهجية علم الفقه هل يصح أن نأتي بهذه المنهجية منهجية علم الفقه ونطبقها على التاريخ مثلا كلا لأن التاريخ له منهجية أخرى لا يمكن أن تأتي بالمنهجية الفقهية في علم التاريخ لماذا؟ لأنك لو أتيت بالمنهجية الفقهية التي تبحث عن رجالات السند وتبحث عن الثقة وغير الثقة منهم وعن المعتبر وغير المعتبر إذا هذه المنهجية طبقتها في علم التاريخ أنت لازم تلغي كل التاريخ لماذا؟ لأنه أنت عندما تراجع على الكتب التاريخية هذه الكتب التاريخية إما نقلها بشكل مرسل بدون إسنات جميع الكتب التاريخية بلا استثناء وإما مسندة يعني ذاكرين السند لكن رجال السند لم يذكرهم العلماء الأوائل في كتبهم بتوثيق أو تضعيف أو جرح لذلك النتيجة لازم أنت تلغي كل السيرة النبوية إلا القليل القليل واحد بالألف منها وتلغي كل التاريخ البشري أصلا لماذا؟ لأن التاريخ البشري في القسم الأعظم منه يتوقف على هذه الأخبار الموجودة في الكتب زيان فمنهجية علم التاريخ ليس هي المنهجية الفقهية إذا واحد يجي في قضية تاريخية يقول أنه مثلا في هذه القضية التاريخية السند مجهول ولأن السند مجهول فأنا لا أعتقد بهذه القضية التاريخية أو أشكك في هذه القضية التاريخية هذا منهج مصحيح لأن هذا المنهج يسوقه إلى إنكار كل التاريخ وكل السيرة النبوية إنما المنهج في التاريخ الذي يتخذه العلماء التاريخ حالاً وحتى في الماضي هو منهجية تجميع القرائن يعني حينما تذكر قضية هل هذه القضية صادقة أو كاذبة تجمع قرائن هذه القرائن المختلفة من الكتب المختلفة تجمع ثم على ظو تلك القرائن يحكم على أن هذا الخبر صحيح أو مشكوك فيه أو باطل مثلاً إذا أنت قرأت في التاريخ مثلاً في السيرة أن الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام في معركة أحد قتل كذا عدد من المشركين في بعض التواريخ أن نصف المشركين الذين قتلوا في بادر قتلوا بيد أمير المؤمنين وكذلك الكثير من المشركين الذين قتلوا في أحد لا يصح أن يأتي واحد ويشكك في هذا الأمر يقول الراوي طبري إحنا ما نعتقد بالطبري أو الراوي ابن إسحاق مثلاً رواعاً رجال مجاهيل أو ابن هشام اختصر سيرة ابن إسحاق مثلاً فهذه الأخبار مثابتة الجواب أنت عندما تجمع القرائن المختلفة في مختلف الكتب في مختلف القضايا تصل إلى نتيجة أن هذا الأمر اللي نقله مثلاً مؤرخ الفلاني حول أمير المؤمنين صحيح وهكذا أمور أخرى حدثت في التاريخ إذن نأتي إلى المقصود من البحث في العقائد في العقائد هناك منهجية هذه المنهجية يجب أن تتبع خلاصة هذه المنهجية أنه العقائد التي عدم الاعتقاد بها يوجب الكفر أو الخروج عن المذهب هذه المعتقدات يجب أن يكون الدليل عليها يقينياً ولا تقليد فيها يعني الله موجود بأي دليل الله موجود أنت يجب أن تكون عقيدتك بوجود الله عقيدة عن يقين وقاطع يعني يكون عندك دليل مقطوع به دليل يوصلك إلى النتيجة القطعية التي لا احتمال للخلاف فيها ولا يجوز لك أن تقلد في هذه المسألة ولذا الفقهاء يذكرون في رسائلهم العملية أنه لا تقليد في أصول الدين والله سبحانه وتعالى ذم المشركين لأنهم قلدوا آباءهم في أصول الدين في عبادة الأصنام وما إلى ذلك فالعقائد التي توجب الدين وعدم الاعتقاد بها يوجب الخروج من الدين تجب أن تكون بدليل قاطع يقيني نبوة الرسول محمد صلى الله عليه وآله يلزم أن يعتقدها المسلم بدليل قطعي ولا يجوز في ذلك التقليد وكذلك في إمامة الأئمة لأن إمامتهم من أصول الدين وكذلك في المعات طبعا بعض الأحيان هذا الدليل القطعي يكون دليل عقلي كإثبات وجود الله سبحانه وتعالى وإثبات نبوة الأنبياء ونبوة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وقد يكون دليلا نقليا قطعيا كإمامة الأئمة وكالمعانت الذي أثبته القرآن والرسول صلى الله عليه وآله يعني الإنسان بعد الاعتقاد بالله والاعتقاد بالرسول يصدق كل ما جاء به الرسول ومما جاء به الرسول المعات لأن القرآن وكلام الرسول ركز على هذا الأمر بحيث أن من ينكر المعات فهو ليس بمسلم هذا القسم الأول من الاعتقادات الذي الاعتقاد بتلك الأمور يدخل الإنسان في الدين وعدم الاعتقاد بها يخرجه عن الدين القسم الثاني من الاعتقادات هي أمور عدم الاعتقاد بها لا يوجب الخروج عن الدين قد يجب الاعتقاد بها وإذا واحد ما يعتقد بها يكون مقصرا لكن عدم الاعتقاد لا يوجب الخروج عن الدين وإنما يوجب الظلال لأنه إحنا عدنا إنسان مؤمن وعدنا كافر وعدنا قسم ثالث وهو الظال الظال يعني المسلم المنحرف في بعض معتقداته هو مسلم وأنه كافر لكن في بعض المعتقدات منحرف هذه المعتقدات التي عدم الاعتقاد بها لا يوجب الخروج عن الدين مثلا الاعتقاد بعصمة الرسول صلى الله عليه وآله وعصمة الأئمة عليهم الصلاة والسلام إذا واحد من يعتقد بعصمة الرسول إذا واحد من المسلمين لا يعتقد هذا الإنسان ضال وليس بكافر وليس بمرتد بحيث أنه يجري عليه أحكام المرتد هذا الإنسان ضال الظلال واسطة بين الإيمان وبين الكفر فبناء على ذلك هذه المعتقدات عدم الاعتقاد بها لا يوجب الكفر وإنما يوجب الظلال هذه المعتقدات أيضا يلزم أن يكون الدليل عليها يقينيا يعني الدليل على عصمة الرسول دليل يقيني سواء من العقل أو من النقل وهذا حديث سنتطرق إليه في المستقبل إن شاء الله قسم آخر من المعتقدات هذا القسم عدم الاعتقاد به لا يوجب الخروج من الدين ولا يوجب الظلال مثلا بعض تفاصيل الجنة بعض تفاصيل الجنة أن في الجنة مثلا قصور بهكذا أوصاف وحور بهكذا أوصاف حس إذا واحد لا يعلم بهذا الأمر لا يعلم بأن قصور الجنة أوصافها كذا هذا كافر لا هذا الظال لا هذا الجاهل لا يعرف مسألة ولا يعرف أمرا لكن هذا الجهل لا يوجب الخروج عن الدين ولا يوجب الظلال فيها كذا أمور يعني التفاصيل هذه الأمور لا يحتاج إلى اليقين بل يكفي الظن المعتبر يعني لو خبر صحيح حديث سنده صحيح حديث الصحيح غالبا لا يوجب اليقين وإنما يوجب الظن المعتبر إذا في خبر صحيح ورد أن صفة الجنة كذا الإنسان حسب ذلك الحديث الصحيح يعتقد بأن الجنة وصفها كذا حس إذا ما كان شايف هذا الحديث الصحيح أو لا يعتقد بصحة هذا الحديث مثلا لإشكال في سنده مثلا أو إشكال في الكتاب فهذا الإنسان ليس بظال ولا كافر وفي هكذا أمور التقليد أيضا جائز يعني مثلا أنت تذهب إلى أحد العلماء تقول له ما هي صفة الجنة يذكر لك صفة الجنة أنت تعتقد بكلامه بدون أن تطالب بالدليل لا بأس بذلك ما بي إشكال فبناء على ذلك المنهجية في أصول الدين قد بعض الأمور تحتاج إلى يقين وبعض الأمور يكتفى فيها بالظن المعتبر كخبر الثقة زين أنت كيف تحصل اليقين أكو بعض الأمور فطرية يعني كل إنسان بفطرته يعلم بوجود الله سبحانه وتعالى فهذه الأمور هذه الفطرة هي تسوق الإنسان إلى هذا الاعتقاد زين الإنسان بفطرته يعرف بأنه لا بد أن يرسل الله سبحانه وتعالى رسولا ليبلغ إرادة الله سبحانه وتعالى للناس هذا أيضا بفطرته الإنسان يعرفه زين إذا الإنسان اكتشف وعلم بأن هذا الرجل هو رسول من قبل الله سبحانه وتعالى لأنه شاهد معجزاته تفاصيل مسائل العقيدة في الله سبحانه وتعالى اليقين هنا يكون عن طريق هذا الرسول يعني أنت تسأل هذا الرسول وهو يبين لك العقيدة الصحيحة وهذه العقيدة الصحيحة لا تخالف العقل كما ذكرنا في بعض الحلقات الماضية وإنما هذه العقيدة الصحيحة ينطبق عليها العقل أيضا إذن في تفاصيل الصفات وخصوصياتها الطريق إلى اليقين منحصر عن طريق الوحي عاصل وجود الله سبحانه وتعالى بالفطرة وبالعقل تكتشفه عاصل إرسال الرسول وأن هذا الرجل هو الرسول هذا أيضا عن طريق العقل وعن طريق المعاجز الذي تشاهدها أما التفاصيل بعض التفاصيل أيضا العقل يدركها يعني الله حي أصل الحياة هذا أمر الإنسان بفطرته يكتشفه أصل صفة العلم أصل صفة القدرة هذه أمور الإنسان بعقله أو بفطرته يكتشفها ولكن التفاصيل هذه التفاصيل طريق اليقين فيها منحصر بالأخذ من الواحي ثم أنت يمكن أن تأخذ الكلام من الواحي وتعمل عقلك في الاستدلال لذلك الأمر لكن أن يلغي الإنسان الوحي كاملا وكل تفاصيل العقيدة يريد أن يأخذها عن طريق العقل هنا يقع الظلال لماذا؟ لأن العقل كما ذكرنا لا يحكم على الشيء المجهول يقول أنا أحصل العلم بعد العلم أحكم إذا أنا جاهل لا أتمكن من الحكم أنت الآن اسأل عقلك ما هو خلف هذا الجدار اسأل أكبر العقلاء في العالم الذي لا يعلم الغيب اسأله من خلف هذا الجدار؟ يقول لا أدري يقول أنت عندك عقل كبير عقلية كبيرة كيف لا تعلم؟ كيف لا تقول شيئا؟ يقول أنا ما دام لا أعلم هذا العقل لا يمكنه أن يحكم وإذا حكم فهو حكم باطل عادة وإنما إذا علمت بعد ذلك العقل يأتي ويحكم يعني أنت إذا ذهبت خلف الجدار ورأيت رأيت إنسان خلف الجدار هنا عقلك يحكم بأن هذا الشيء الذي تراه ليس خيالاً وليس نوماً وإنما هو واقع فالناس الذين حاولوا أن يصلوا إلى تفاصيل العقائد عن غير طريق الوحي ظلوا نجي إلى هذا الحديث إن الله خلو من خلقه وخلقه خلو منه يعني الله مغاير للمخلوقات والمخلوقات والمخلوقات مغايرة لله سبحانه وتعالى الذين جاءوا وأخذوا عقيدتهم عن الوحي يعني عن القرآن وعن الرسول صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام التزموا بالعقيدة الصحيحة ليس كمثله شيء وأن الله مغاير لمخلوقاته في كل شيء والمخلوقات مغايرة لله في كل شيء ولكن الذين بعدوا أهل البيت الذين بعدوا الرسول الذين بعدوا القرآن عن فكرهم وفقط بعقولهم أرادوا الوصول إلى النتيجة هنا منهجية خاطئة العقل وحده لا يمكنه أن يوصلك إلى النتيجة العقل يحتاج إلى عون العون هو العلم المأخوذ عن مصادره الصحيحة المتمثل بالرسول وآله عليه وعليهم الصلاة والسلام مثلا نجي إلى الأشاعر تعلمون أن أهل العامة في فروع الدين يقلدون أحد أئمتهم الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل لكن في العقيدة مذاهب مختلفة لكن غالبهم على المذهب الأشعري الذي ابتدعه أبو الحسن العشعري في القرن الثالث أو الرابع الهجري وقسم منهم على المذهب السلفي السلفيون يعتقدون بظلال الأشاعرة وبالعكس الأشاعر عندما يأتون إلى صفات الله سبحانه وتعالى ماذا يقولون؟ يقولون أن صفات الله سبحانه وتعالى زائدة على ذاته مغايرة لذاته فرضوا إحنا الآن أنا جالس ولي حياة ولي علم ببعض الأمور هل حياتي نفس ذاتي أو مغايرة لذاتي؟ الجواب حياتي مغايرة لذاتي لذا أنا كنت ميتا ثم الله أحياني ثم بعد ذلك أموت تنفصل الروح عني هل هذا الجثمان الميت غير ذاك الحيلة نفسه لكن كان حيا فصار ميت أو الجاهل يصير عالم طفل جاهل يدرس يصير عالم هل ذاته تغير؟ أو العلم صفة زائدة على الذات العلم صفة زائدة على ذات هذا الإنسان ويمكن هذا الإنسان يصاب بمرض فينسى معلوماته إذا نسى معلوماته ذاته تتغير؟ كلا لماذا؟ لأن هذا العلم كان صفة زائدة على الذات مغايرة عن الذات وإنما عرضت على الذات مثل اللون الذي يعرض على الأجسام إذا أنت جسم صباغته يتغير ذلك الجسم ذات ذلك الجسم بتغير العرض اللي هو اللون؟ كلا كذلك صفات الإنسان صفات زائدة على ذاته يعني مغايرة لذاته يمكن أن تنفصل عنه هؤلاء الأشاعر زعموا أن صفات الله زائدة على ذاته زين هذا الكلام شنو نتيجته؟ نتيجته أن الله سبحانه وتعالى في ذاته مفتقر محتاج أنا محتاج إلى حياتي أنا محتاج إلى علمي أنا محتاج إلى الصفات التي أتحلى بها إذا صفات الله سبحانه وتعالى زائدة على ذاته معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى في ذاته محتاج إلى تلك الصفات وهذا الاحتياج لأنه ما يصر تقول أن الحياة غير ذاته وهو لا يحتاج إلى حياته تقول العلم غير ذاته وهو لا يحتاج إلى ذلك العلم إذا صار غير ذاته معنى ذلك أنه يحتاج إليه العقيدة الصحيحة شنو هي؟ العقيدة الصحيحة أن الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى هي عين ذاته يعني العلم ليس صفة زائدة على ذات الله سبحانه وتعالى العلم هو عين ذات الله الحياة هي عين ذات الله فإذا صارت هي عين ذاته بعد احتياج ما أكو لا أقول أنا أحتاج إلى ذاتي هذا الكلام مو صحيح ذاتي هي ذاتي مو أنه أنا أحتاج إلى ذاتي لأن أنا نفس الذات لا اثنينية حتى يكون احتياج الاحتياج إنما هو يكون إذا كان اثنينية أنا فقير أحتاج إلى الفلوس هذه الأموال غيري اثنينية أكو أنا أحتاج إليها أنا أحتاج إلى علمي لأن اثنينية أكو بيني وبين علمي لكن أنا أحتاج إلى ذاتي هذا الكلام باطل أصلاً ولا يعتعقل صفات الله الذاتية عين ذات الله ماكو اثنينية ماكو زيادة لتلك الصفة على الذات يعني حياة الله هي نفس الله سبحانه وتعالى علم الله هو نفس الله قدرة الله هي نفس الله سبحانه وتعالى لا اثنينية بينها نعم صفات الفعل هذه صفات مرتبطة بمخلوقات الله سبحانه وتعالى وهذا ما سنتطرق إليه في الحلقات القادمة لكن الآن كلامنا في الصفات الذاتية زين هؤلاء الأشاعر لماذا ضلوا يعني اعتقدوا بأن صفات الله زائدة على ذاته فالنتيجة احتياج الله في ذاته إلى تلك الصفات فالنتيجة تعدد القدماء وهذا تالي فاسد آخر لكلامهم السبب في ذلك هو أنهم لم يأخذوا عن المعين الصافي المتمثل في تركة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله الرسول الأعظم خلف في أمته كتاب الله وعترتي أهل بيتي لم يأخذوا من العترة وإنما أبو الحزن الأشعري جلس وفكر أخذ شوية من المعتزلة شوية من المجسمة شوية مننا مننا جمعة وكتبه في كتاب ثم هذا العقائد تحولت إلى عقيدة غالب العامة هناك قسم آخر من العامة يسمون الكرامية طبعا هذا مذهب انقرض هؤلاء يعتقدون بأن صفات الله محدثة ليش لأنهم تورطوا من جهة ما كانوا يدركون هذه الحقيقة أن الصفات الذاتية هي عين الذات ولا إثنينية من جهة أخرى إذا يقولون بكلام الأشاعر أن الصفات زائدة على الذات يستلزم الإحتياج فلذلك قالوا بأن الصفات محدثة يعني الله لم يكن عالمان لم يكن قادرا لم يكن حيا لم يكن كذا قادرا ثم صار قادرا صار عالما صار حيا هذا الكلام سخافته وبطلانه واضح إذا الصفات حادثة أولا من جملة الصفات الحياة معنى ذلك أن الله لم يكن حيا يعني شنو يعني ما كان فنتيجة كلامهم هو إنكار قدم الله سبحانه وتعالى والقول بحدوثه وهذا أكبر تالي فاسد في كلامهم ثم نأتي إلى تالي فاسد آخر في كلامهم يقولون الله لم يكن عالما ثم صار عالما زين لم يكن عالما ثم صار عالما كيف صار عالم هو أوجد في نفس العلم فاقد الشيء لا يعطيه الجاهل لا يمكن أن يعطي لنفسه العلم إلا أن يروح ويتعلم من واحد عالم زين الله أوجد في نفس هذا العلم حسب زعمكم فاقد الشيء لا يعطيه الراح أخذ هذا العلم من غيره هذا سبب الاحتياج والافتقار فوقعوا فيما فروا منه سبب القول بهذا الكلام السخيف الفاسد هو الإبتعاد عن المنهج الصحيح المتمثل في أخذ هذه العقيدة الصحيحة عن القرآن وعن أهل البيت عليهم الصلاة والصلاة بعض الصوفية بعض الصوفية اجوا ادعوا بأنه كل شيء نراه في هذا الكون فهو الله سبحانه وتعالى تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا كبيرا قال له هذا مثل أمواج البحر عندما تشوف أمواج بحر هناك مغايرة بين الموج وبين البحر وفي نفس الوقت الموج هو نفس ماي البحر فكل ما تشوف من هاي الوجودات إنما هي الله سبحانه وتعالى وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا لكن كل قسم من أقسام الله والعياذ بالله من كلامهم تحدث بحدود مثل أمواج البحر فلذلك ترى زيد وعامر وجبل وماء وما إلى ذلك هذا الكلام هو بديهي البطلان أصلا وبضرورة العقول هذا الكلام باطل وقياسهم الله سبحانه وتعالى بالبحر وأمواج البحر هذا قياس باطل أصلا لأن الله ليس كمثله شيء الله ليس مركب ماي البحر مركب أجزاء قطرات يمكن لبعض هذه القطرات أن تتشكل بشكل أمواج وتتحدد بحدود لكن الله سبحانه وتعالى ليس مركب ليس له أجزاء ولا يعقل أنه نقول إن الله له أجزاء فكل جزء تحدد بحدود صار بشكل موجود من الموجودات والقائلون بوحدة الوجود ما قال كلامهم إلى هذا الأمر هسا يمكن لا يلتزمون بهذا اللازم الفاسد لكن هذا خطأ منهجي راح يكون يعني أنت تقول كلام لكن لا تلتزم بلوازم ذلك الكلام ولذلك صاحب العروة في العروة الوثقة يقول والقائلون بوحدة الوجود من الصوفية إذا التزموا بلوازم مذاهبهم الفاسدة فهم كفار مضمون كلام صاحب العروة في كتاب الطهارة من العروة الوثقة لأنه عندما تقول وحدة الوجود شنو مقصودك؟ إذا مقصودك أن الله سبحانه وتعالى يتشكل بهذه الأشكال المختلفة فهذا عين الكفر أصلا إذا تقول هذه الأشياء هي خيالات سراب هذا سفسطة يقولون كل ما نراه هذا خيال مثل سراب فأمر القائل بوحدة الوجود بين أن يقول بأن كل شيء هو الله فهذا فاسد وباطل أو يقول بأن لا شيء موجود سوى الله وإنما الأشياء التي نراها فهذا خيالات أصلا ماكو الهواقع ولا حقيقة وهذا كلام أيضا سفسطة وكلام السوفستائيين شنو السبب؟ السبب أن وحدة الوجود هذا ما أخوذ من كلام بعض الفلاسفة اليونانيين ثم عندما ترجمت الكتب اليونانية إلى العربية أخذها بعض المسلمون بعض المسلمين أخذها وصورها كأنها العقيدة الصحيحة مع أنها عقائد فاسدة كذلك بعض الناس يتصورون أن الله سبحانه وتعالى حل في خلقه لأن هذا الحديث شنو يقول؟ يقول أن الله خلو من خلقه يعني مغاير لخلقه في كل شيء ثم يقول وخلقه خلو منه يعني المخلوقات أيضا تغاير الله سبحانه وتعالى فالنصارى الذي يقولون بأن الله حل في عيسى هذا كلام هم بديهي البطلان طبعا هم النصارى مذاهب مختلفة بعضهم يقولون بالتثليث المطلق لكن بطلان التثليث المطلق حدا ببعضهم لأن يقولوا أنه واحد لكن في نفس الوقت هو ثلاثة وهذا كلام يخالف العقل فزعم بعضهم أن الله سبحانه وتعالى حل في عيسى يعني شنو؟ يعني الله سبحانه وتعالى صار جزء من مخلوقه اللي هو عيسى وهذا كلام بديهي البطلان لأن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم وليس له حدود المخلوقات مغايرة لله في كل شيء فلا يمكن أن يحدى الله في جسم إسمى عيسى عليه السلام مثلا أو بعض الغلات من منتحل الإسلام يتصورون أن الله سبحانه وتعالى حل في بعض خلقه زين ومن من خلق الله سبحانه وتعالى أولى من الرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام فيزعمون أن الله مثلا حل في رسول الله أو حل في علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وتعالىJA عما يقول الظالمون علواً كبيرا… وهذا كلام واضح الفساد هو نفس كلام النصارى بس الشكل متغير في التر commitsع ايسى يقول حل في محمد صلى الله عليه وهله أو حل في علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام أو حل في الأئمة وهؤلاء الغلاة الأئمة عليهم الصلاة والسلام حاربوهم بأشد محاربة لماذا؟ لأن في محاربتهم لم يكن تقية مضافا إلى أن اعتقادهم مخرج للإنسان عن الملة يعني مرة واحد يعتقد عقيدة فاسدة يكون ظال لكنه مسلم ظال فرق المسلمين 73 فرقة 72 من هذه الفرق ظالة وفي النار ولكن غالبهم ما يعتقدونه لا يخرجهم عن الملة وإنما يدخلهم في الظلال يعني في الظاهر في الدنيا يعاملون معاملة المسلمين إذا في الآخرة يعاملون معاملة الكفار هذا بحث آخر كالمنافقين لكن في الدنيا يعاملون معاملة المسلمين فذول الغلاة عقيدتهم مخرجة عن الملة الكفر الأعظم وتعدي على الله سبحانه وتعالى يعني أسوأ من عبادة الأصنام لأن عابد الصنام لا يأتي ويحدد الله سبحانه وتعالى في صنم وإنما يقول أن هذا الصنم نعبده ليقربنا إلى الله زلفة ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة لكن هذا الغالي يجي ويحدد الله سبحانه وتعالى في مخلوقه فتعدي على حقوق الله سبحانه وتعالى بأشد أنواع التعدي وكفرهم كفر أعظم مخرج عن الملة سبب هذا الغلو شنو؟ هل يبتعاد عن المنهج الحق؟ طبعا لماذا يبتعدوا عن منهج الحق؟ الأهواء والأفكار الباطلة والجاهل ومجموعة من الأمور ولذلك الإمام عليه الصلاة والسلام بعد أن يقول إن الله خلو من خلقه وخلقه خلو منه بعد ذلك ماذا يقول؟ يقول وكل ما وقع عليه اسم شيء فهو مخلوق أي شيء إذا صدق عليه أنه شيء سواء من الموجودات الخارجية هذا الكتاب شيء، هذا الميكروفون شيء، أنا شيء، أنت شيء كل ما نراه شيء أو من الموجودات الذهنية أنت تصور عنقاء ولو العنقاء ليس لها وجود خارجي ما له حقيقة في الخارج لكن لها تصور في ذهنك هذا الشيء الذي في ذهنك، هذا الشيء مخلوق، كل شيء مخلوق إلا الله سبحانه وتعالى، الله شيء، وذكرنا في الحلقة الماضية على الشيء يساوق الوجود أو الموجود، الله موجود، وأنه معدوم، لكنه يختلف عن الأشياء في كل شيء، حتى وجود الله سنخ وجوده يختلف عن سنخ وجودنا وصفات الله التي تطلق على الله ومثل تلك الصفات تطلق على الناس يعني نقول الله عالم ونقول زيد عالم الله سميع بصير وهذا الإنسان سميع بصير المعنى يختلف معنى السميع في الله ومعنى البصير في الله ومعنى الموجود في الله يختلف عن معنى السميع والبصير والموجود في الإنسان وهذا الاختلاف اختلاف جوهري في حقيقة الشيء لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ولهذا الكلام تفصيل نتركه إن شاء الله إلى الحلقة القادمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأخذ عقيدتنا من المعين الصافي المتمثل في القرآن الكريم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله ولأم المعصومين عليهم الصلاة والسلام هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله يا الله الله يا الله الله يا الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة